دراجة بثلاثة إطارات محلية الصنع هنا في تريم فقط يتجول بها الحاج علي من دول عاقة الحركية للوصول إلى بقالته لكسب لقمة العيش لتكون دراجة هذه سبيلا للوصول إلى موتغاه وفي أي لحظة بعد معاناة سنوات من التنقل بدراجة تكثر بها الأعطال ولعدم وجود كتغيار لها كانت عندي سيكلة بأربع توائر هذه وهذه دائما في عطاء كلما رحت بقى المهندس يقول هذه السامانة مش مويود هنا والأخ فايز بعدين قال يا رايك أننا أسوي لك هذه الدراية وصوى لي هذه الدراية ونالحمد لله لحن نشتغل عليها ونيب سامان البقالة بالدراية هذه وركب الزوية ما شاء الله وركب الأولاد عليها هذه الورشة هي محل صنع المركبات والعقل المبتكر لها والتي استطاع فايز من دول احتياجات الخاصة من صنع العشرات من الدراجات النارية ذات الثلاثة إطارات لخدمة أقرانه متمتع بتفكيره وعبقريته التي وهبها الله عز وجل له رغم إعاقته وتخصصه في مجال النجارة والتي قل ما تجد مثل هذه المواهب عند الأصحاء خاصة في النيارة يعني مجال مجال الحديد والحام يعني لذلك يعني عاني مثلا صمم شي هنا في البيت وروح للورش عقل الحام يعني بعض الأشياء يعني ما تضبط لعني وكان عندك هنا الأدوات ولذا بتقدر بتكون أفضل يعني قبال الناس يعني الحمد لله يعني متفاعلين بها يعني حكم أنها بتحلهم مشكلة نظرا قتلك الغلاء الأنواع الخارجية هذه والحمد لله يعني نيحت وبرضه فكرت في هذه مثلا الرافعة لحاجة يعني في رقوب السيارات يعني حكم الإعاقة اللي عندي فحتى يعني لا شي رفع عنه الجهد والتعب وآثار حرارة الصيف تبدو واضحة على ملامحه في صنع عربة متنقلة ورافعة تعينه على الصعود للحافلات للذهاب إلى العمل فأصبح الآن قادرا بالاعتماد على نفسه ومعاونة أقرانه من ذو الإعاقة فالمساهمة الخيرية والنوعية التي يقوم بها هذا المبتكر يستحق أن يحظى بثنى وتقدير عاليين علاوة على ضرورة اهتمام الجهات المختصة بمثل هذه الإبداعات والمواهب استطاعوا الطلاب منذ الإعاقة الحركية أن ينقلوا من هذه الرافعة إلى سيرته فلا يستطيع أن يحتاج لأحد أن يخذ بيديه ولا يستطيع لأحد أن يساعده أبناء تريم كعادتهم يتفوقون بالصنعة فالعديد من الصراعات المحلية تحظى برواج وتدول كبير لقلة ثمنها ولمتانتها إلى جانب استخدام العقول التي وهبها الله للتفكير في تلبية احتياجات السكان والمجتمع والمجتمع